نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين القائد العام لكتاب القسام محمد الضيف في تحذير للاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتوقف العدوان على أهالي شيخ جراح فسيدفع العدو الثمن غاليا بعد انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي الرئيس اللبناني يرفض وضع شروط مسبقة للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود انشقق قائد كتيبة في قوات طارق صالح في الساحل الغربي اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد أنه ماض في الانفصال عن شمال اليمن أهلا بكم نبدأ من فلسطين حيث وجه القائد العام للقسام محمد الضيف تحذيرا أخيرا للاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداء على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة فيما تواصلت الدعوات إلى المرابطة في المسجد الأقصى لمواجهة أي اعتداءات للمستوطنين وجه قائد هيئة الأركان في كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف تحية إلى أهالي حي الشيخ جراح الصامدين في القدس المحتلة الضيف قال في رسالة له أنه أو إن لم يتوقف العدوان على أهالي حي الشيخ جراح فسيدفع العدو ثمنا غاليا وهذا تحذير واضح وأخير وأضاف الضيف أن قيادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن كثب في القدس وقد شددت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها على اعتاب يوم القدس العالمي على تمسكها بالثوابت الوطنية لتحرير فلسطين ودعت إلى أن يكون يوم القدس هذا العام يوما لإشعال الثورة والانتفاضة الفصائل دعت إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة والاعتكاف فيه لمواجهة المستوطنين كما دعت إلى أسناد الأهالي المهددين بالترحيل القصري في حي الشيخ جراح محذرة للاحتلال من مغبة الأقدام على هذه الخطوة ولفتت إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية واحترام إرادة الشعب الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات والالتزام بالمواعيد المحددة لها وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري جميع المصلين إلى عدم قطع الاعتكاف ما بعد ليلة القدر إلى جانب استمرارهم في اعتكافهم حتى نهاية الشهر الفضيل جاء ذلك عقب دعوات واسعة من قبل ما يسمى منظمات الهيكل لاقتحام كبير من قبل المستوطنين للأقصى يوم الاثنين المقبل حيث عملت المواقع العبرية على نشر هذه الدعوات وبشكل مكثف في الساعات الماضية رغم قرار منع دخول المستوطنين إلى المسجد اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر ما يكشف عن اتفاق مع سلطات الاحتلال على إعادة فتح المسجد في الثامن والعشرين من رمضان والسماح بالاقتحامات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة من قبل الظهر وصادقت اللجنة المنظمة للكنيسة الإسرائيلية على دفع سريع لمشروع قانون يتيح تسوية المستوطنات الصغيرة أو ما يعرف بالبؤر الاستيطانية العشوائية بحسب ما نقله موقع عرب 48 فقد صوت لصالح التشريع 16 عضو كنيسة فيما عرضه 13 آخرون وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية الأساسية ما يسمح بمنحها مكانة قانونية وبالعمل على شرعنتها القدس الكبرى مشروع هو الحلم بالنسبة إلى إسرائيل وتسابق الزمن لتنفيذه على الأرض المخطط يقضي بمصادرة ألاف الدنومات من أراضي الضفة وضمها إلى حدود القدس بما في ذلك كتلة إفرات الاستيطانية جنوب الضفة الغربية وإقامة مشروع إي واحد الذي يمتد حتى البحر الميت شرقا وبذلك تكون إسرائيل قد صادرت عشر أراضي الضفة الغربية هناك مشروع للقدس عام 2050 لتقضي بإقامة مستوطنات جديدة توسيع مستوطنات قائمة إقامة بنية تحتية أنفاق جسور أيضا إقامة أكبر مطار في النبي موسى إقامة سكك حديدية تصل ما بين البحر الميت ومدينة القدس وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي التي تصل مساحة عشر بمساحة الضفة الغربية الاستطان سيغلف القدس ويفصلها عن محيطها من المدن الفلسطينية فيما تعمل الجمعيات الاستطانية مثل عطارة كهنيم والعاد داخل الأحياء المقدسية لتهويدها والاستلاء على أكبر قدر من المنازل والأملاك الفلسطينية فيها وتسريبها للمستوطنين في حرب ديموغرافية تريد منها إسرائيل تحويل الوجود الفلسطيني في المدينة إلى أقل من 12% المشروع الإسرائيلي واضح في مدينة القدس هو عملية تهويد في مدينة القدس وعمليات تطهير عرقي تطهير العرقي يطال أحياء مقدسية كاملة كما يحدث فيه بالبستان وبطن الهوى ووادي يصول ووادي الربابة في سلوان بالإضافة إلى ما يحدث حاليا من عمليات طرد وتهجير بحق العائلات المقدسية في منطقة الشيخ جرح وبحسب المخططات الإسرائيلية فإن العمل جار لتحويل الأحياء العربية إلى جزر متناثرة في القدس التي ستكون فيها الأغلبية اليهودية وما تبقى من فلسطينيين عليهم إما أخذ الجنسية الإسرائيلية أو مغادرة المدينة تهجير آلاف الفلسطينيين عن مدينة القدس وإحلال المستوطنين في مكانهم جزء من مخطط إسرائيل الأكبر لمحو الطابع العربي الفلسطيني عن مدينة القدس نسر سلمي من مدينة القدس المحتلة الميدين شدد المتحدث باسم اللامين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أن الاستيطان يبقى غير شرعيا ولا يمنح الاحتلال أي حق في التغيير الديمغرافي أو الجغرافي موقف الأمم المتحدة الذي عبر عنه دوجاريك يأتي تعقيبا على تهجير أهالي حي الشيخ جرح إننا مطلعون بدقة على الوضع في حي الشيخ جرح ونتابعه عن كثب وموقفنا لم يتغير وهو أن إجلاء السكان بما في ذلك الطرد أو الهدم مخالف للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334 والمجتمع الدولي لا يعترف بأي تغيير على حدود خط الرابع من حزيران يونيو 67 حتى في القدس الشرقية باستثناء ما يتفق عليه الطرفان من خلال التفاوض أعلنت 22 قائمة انتخابية فلسطينية مستقلة تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية التي كانت مرشحة للانتخابات التشريعية بهدف الاتفاق على خطوات من شأنها الدفع باتجاه استئناف العملية الانتخابية أحمد غانم تأجيل العملية الانتخابية في الأراضي الفلسطينية ترجمه عدد من القوائم المستقلة التي كانت مرشحة عبر إعلانها تأسيس مجلس تنسيقي للاتفاق على خطة عمل من شأنها استئناف العملية الانتخابية بوصفها استحقاقا دستوريا لا مبررا لتعطيله أو إلغائه نحن ذهبنا لتشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية بهدف وضع النقاط على الحروف وتحديد الخطوات العملية التي سنقوم بها وتوحيد الجهود بين جميع القوائم للضغط على الاحتلال وعلى السلطة الفلسطينية لإجراء العملية الانتخابية واستكمال العملية الانتخابية في القدس أولا والضفة وقطع غزة الاتفاق بين الكتل الانتخابية ينتقل من صيغ التنديد والاستنكار إلى خطوات عملية ستلجأ بموجيبها القوائم إلى إطلاق فعاليات واعتماد وسائل قانونية للدفع نحو استكمال الانتخابات وممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإجرائها وتحديدا في مدينة القدس المجلس حدد له ثلاث مصارات الأول ومصار شعبي نحو تفعيل المطالبات الشعبية والضغط على رئيس السلطة عبر الأدوات الضغط الشعبية هذا أولا ثانيا استخدام كل مجمل العلاقات الدولية بما فيها العلاقات مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي هي أدوات ضغط وأدوات تحرك في الحالة الفلسطينية القوائم الحزبية لم تكن جزءا من المجلس الجديد لكنها أكدت دعمها لأي خطوة من شأنها إلزام السلطة بتحديد موعد عاجل لإجرائها وحذر المجلس التنسيقي الجديد من مخاطر استمرار تعطيل الاستحقاق الانتخابي على الحالة الوطنية لأنه سيعزز الانقسامة وسيؤخر أي مساعن للإصلاح السياسي أحمد غانم غزة الميادين أفدت وسائل علامة إسرائيلية بأن مسؤولا إسرائيليا أمنيا كبيرا زار عمان سرا في ظل التوتر الأمني في القدس والأزمة بين إسرائيل والأردن المرسلة السياسية لقناة كان جيلي كوهين أكدت أن زيارة جرت الاثنين واستغرقت ساعات التقى خلالها المسؤول الإسرائيلي جهات رسمية في الأردن قبل أن يعود إلى إسرائيل وأشرت المرسلة إلى أن توقيت الزيارة يعكس كونها زيارة مهمة واستثنائية نسبيا أكد رئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن شركة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وفي بيان نشر البيت الأبيض إلى أن بايدن شدد على مواصفه بالهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل معربا عن دعمه الكامل لتعزيز هذه الترتيبات وتوسيعها وأضاف البيان أن الطرفين بحثات تحديات الإقليمية والعالمية رفض الرئيس اللبناني ميشيل عون وضع شروط مسبقة للمفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود عون وبعد إطلاعه على مجريات الجولة الخامسة رفض الطرح الأمريكية بحصر التفاوض بالخط الإسرائيلي والخط اللبناني المدعين لدى الأمم المتحدة أي ضمن ثمانمائة وستين كيلومترا مربعا عون شدد أيضا على اعتماد القانون الدولي للتوصل إلى حل حفاظا على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار وحقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم جولة جديدة من المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي لتثبيت الحدود البحرية هنا في مقر قوات اليونفل في بلدة النقور اللبنانية الحدودية عقدت الجولة الخامسة بعد توقف لنحو خمسة أشهر بسبب المماطلة الإسرائيلية في الرد على أسئلة بيروت عبر ممثل الأمم المتحدة تل أبيب استبقت انطلاق المفاوضات بإعلانها عن خط ترسيم جديد يعطيها مساحات مائية شاسعة من المياه الإقليمية اللبنانية تصل إلى شاطئ مدينة صيدا الخط 310 الإسرائيلي يرفضه لبنان بشكل حاسم لأنه لا يستند إلى أي معطيات قانونية لا يستطيع أي أحد أن يطرح طرحات ليس لها مستندات قانونية وتقنية أو تاريخية هذا الخط الذي تطرحه إسرائيل في الإعلام حتى الآن ليس له أي قواعد تاريخية أو قانونية أو تقنية تستطيع أن تكون مرتكز لها بيروت متمسكة بكامل حقوقها في البحر وسبق أن أعلنت عن تعديل حدودها بموجب قانون البحار فضلا عن الخرائط والوثائق التي في حوزتها وتعود إلى نحو مائة عام الموقف اللبناني ثابت في الحفاظ على الثروة الغازية والنفطية ولا تراجع عنه يعني الاستفادة من ثروتنا الكامنة في الأرض أو الكامنة في البحر والمحافظة على قرارنا السيادة في هذا الإطار وبنفس الوقت التبكن من توفير ظروف الملائمة للاستفادة من هذه الثروات هي يجب أن تكون الشغل الشغل لبنان وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية ليس في وارد التراجع وفي الوقت عينه يطالب شركات التنقيب بالتوقف عن العمل في المنطقة المتنازع عليها مع تل أبيب إلى حين البت في الخلافات ومن ثم عدم السماح لإسرائيل بالسطو على ثروته تمسك لبنان بخطوطه الحمر وصولا إلى حدود حق القانا وحق الكاريش خطوط لم تعر اهتماما للخط الإسرائيلي 310 المزعوم وتمسك الوفد اللبناني المفاوض بآخر قطرة مياه من الحدود اللبنانية مع فلسطين محتلة عبدالصباغ من بلدة النقورة الحدودية مع فلسطين محتلة الميادين إلى سوريا حيث أقدمت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا على جرف عدد من منازل المواطنين السوريين في قرية العوض بريف الرقع وكالة الأنباء السورية سانة أشارت إلى أن قسد صادرت كذلك عددا من الدراجات النارية وأحرقتها في مدينة لشحيل بريف دير الزور فاصل قصير نواصل بعده النشرة من جديد أهلا بكم نفى مصدر مطلع على مفاوضات مسقط للميادين نت ما نشرته بعض وسائل الإعلام السعودية من أن وفد صنعاء تلقى تهديدات من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ بفرض عقوبات إذا لم يتعاونوا مع جهود الحل السياسي للأزمة وأوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي لم يبعث لوفد صنعاء بأية رسالة تهديد لا بالمباشر ولا عبر وسطاء مضيفا أن الوفد الأمريكي قدم ما لديه من خطط وأفكار وأن وفد صنعاء قدم ملاحظاته بدوره ولم يتم التوصل إلى نقطة واضحة قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن المجلس ماضم بقوة نحو الانفصال عن اليمن الشمالي وضف الزبيدي أن المجلس الانتقالي نجح في فتح جميع الأبواب المغلقة أمام الشعب اليمني وقضيته العادلة بحسب تعبيره أفاد مراسل الميادين بن شقاق قائد كتيبة في اللواء السادس في الحرس الجمهورية التابع لقوة طارق صالح في الساحل الغربي العميد هيثم سالم عريك والسلطة المحلية في الحديدة تقوم باستقباله على صعيد آخر أفادت وكالة السبع اليمنية بعودة 11 صيادا كانوا قد اختطفوا في المياه الإقليمية في البحر الأحمر من قبل زورق سعودي الوكالة أشارت لأن الصيادين العائدين تعرضوا للسجن والتعذيب في منطقة فرسان بجزان طيلة فترة اختطافهم التي بلغت 40 يوما قبل أشهر بدأت الأمال تلوح في الأفق بشان نهاية الحرب في اليمن وإن كان الغموض لا يزال يكتنف مصير التحركات الدبلوماسية الأخيرة وهي التحركات التي أملتها تطورات في الداخل اليمني وأخرى على الصعيد الدولي تقرير محمد بو عبد الله فجأة تحولت أنظار العالم إلى اليمن تنشد سلاما لأهله المعذبين في الأرض بعدما تجرع مرارة كارثة إنسانية هي الأكبر في راهن الشعوب سببتها الغارات الجوية وفقمها الحصار المطبق عليه برا وبحرا وجوا أتلك غاية إنسانية نبيلة أن تشهد الأزمة حراكا دبلوماسيا أمميا بدعم أمريكي في السياسة الدولية لا مكان للمشاعر بل تمت حسابات تفرضها المتغيرات هنا وهناك وتشكل فيها التطورات الميدانية حجر الزاوية حيث الرهانات إما تكلل بالنجاح أو تعجز عن تحقيق مرادها والأخير هو ما آل إليه العدوان على اليمن إذ فشل فشلا ذريعا في بلوغ أهدافه المعلنة وإن كان قد مكن الإسرائيليين من موطئ قدم لهم في منطقة استراتيجية بدعم إماراتي قد يكون من حسن حظ السعودية أن تسعى لحفظ ماء وجهها إدارة أمريكية جديدة بإيجاد مخرج لها من ورطتها بعدما طال أمد حربها العبثية وكلفت السعوديين أموالا طائلة أسلحة وذخيرة وخسائر بشرية أتت إدارة بايدن بخلاف ما كان في عهد ترامب تبغي في الظاهر وقفا للحرب في اليمن وإنهاء لمعاناة اليمنيين من ويلاتها وأوفدت مبعوثا لها يجول في المنطقة مرافقا مبعوث الأمم المتحدة في مهمته وما كان على السعوديين إلا تبني المقاربة الجديدة صحيح أنهم يريدون حلا على مقاسهم وقد بدى الأمر بوضوح في مقايضة وقف العدوان بحرية مقيدة للملاحة الجوية من صنعاء وإليها لكنهم لا يملكون إلا استعجال الحل ما أمكن ما سرع الحراكة الدبلوماسية الخشية من بسط السيطرة على مأرب وما تكتنزه أرضها من نفط وغاس حيث بات منها الجيش اليمني واللجان الشعبية قاب قوسين أدرك السعوديون استحالة تحقيق أهدافهم بعد ست من السنوات عجاف فتلقى المساعي الأمريكية مرغما بقبول حسن ولي العهد محمد بن سلمان في ظل إدارة قد لا تجعل خزائنه في المقام الأول كما فعل ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن اليمنيين ما يؤكد أن السعودية ماضية في هذا الاتجاه طال الزمن أو قصر لكن أيضا الحوث في الأخير يمني ولديه نزعة الأوروبية واليمنية شدد رئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة وجود حوار مختلف عما عرفته البلاد في العوام الماضية مشيرا إلى وجوب البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب التونسي جاء ذلك خلال استقباله لأمين العامة لحركة الشعب زهير المغزاوي حيث تطرق سعيد إلى الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها نحن نريد أن نبني تاريخا جديدا على قيم أخلاقية على قواعد قانونية ولكن نرفض أن توظف هذه القواعد القانونية لتصفية حسابات سياسية ليس لحساب معهم الحساب مع الشعب التونسي وسأتقدم في أقرب الأجال بمبادرات إن شاء الله تستجيب لمطالب الشعب التونسي إلى ذلك جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته إلى إجراء حوار وطني من أجل إنقاذ البلاد قبل فوات الأوان عماد الشتارة لا بدل عن الحوار لإبعاد شبح الإفلاس وإعادة المالية العمومية إلى عافيتها والاقتصاد إلى سالف نشاطه وفق هذه الرؤية يجدد الاتحاد العام التونسي للشغل نشاطه للخروج من الأزمة بالقفز فوق المطامع الحزبية والانتصار للثوابت الوطنية إصرار يأتي رغم أن الرئيس قيس سعيد سبق له أن أعلن ألا فائدة من حوار مع من لا أفكار لهم وأن لا نتيجة ترجى من الحوار مع الفاسدين واللصوص قيس سعيد ليس لديه مشكل مع الحوار فيها الذات قيس سعيد لديه مشكل في مضامين الحوار لديه مشكل مع بعض الأطراف التي هي سبب في الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم وتريد أن تقدم نفسك عنها حل قيس سعيد عنده مشكلة مع الحوار السابق لنتهي بتقاسم السلطة إلى حوار شجعان تدعو المعارضة للمصارحة والمكاشفة وبضع كل الملفات على طاولة النقاش لتشخيص أسباب الفشل والمضي في إصلاحها بجرأة ومسؤولية حوار تقول النهضة إن القبول به والمشاركة فيه يستوجبان أولاً الاتفاق على الخطوط الحمر التي لا يمكن المس بها أو التلاعب فيها حوار لا تمثلي دستور ولا تمثلي نظام ديمقراطي ولا تمثلي ألي كونه شيء في مخص للجالب الاجتماعي ما تمثلي شيء دورة الاقتصاد ترحيل حكومة المشيشي ومراجعة النظام السياسي وأطلق حرب حقيقية على الفساد والتدقيق في مصادر الثروات ملفات ساخنة مطروحة على طاولة الحوار المرتقب فإما أن تفجر نار الخلافات أو أن تسهم في تهيئة المناخات لتحقيق التوافقات إلى جانب الوباء الصحي والوباء الاقتصادي تواجه تونس أيضاً تبعات الوباء السياسي الذي بات يتهدد استقرار البلاد أزمة يبدو أن الإرادة في تجاوزها بتغليب المصلحة الوطنية لم تتوافر بعد لدى مختلف الأفريقاء السياسيين أيمتشتارة تونس الميادي قال البيت الأبيض إن محاولات إطلاق أربعة أمريكيين في طهران مستمرة مشيراً إلى أنه من أو ما من اتفاق مع إيران على تبادل للسجناء حتى الآن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للمناقشات غير المباشرة مع إيران بشأن تبادل للسجناء منفصيلة عن جهود سناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي تذكير بعناوين النشرة القيد العام لكتاب القسام محمد الضيف في تحذير للاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتوقف العدوان على أهالي الشيخ جراح فسيدفع العدو الثمن غالياً بعد انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي الرئيس لبناني يرفض وضع شروط مسبقة للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود انشقاق قائد كتيبة في قوات طارق صالح في الساحل الغربي اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد أنه ماضي في الانفصال عن شمال اليمن المايدين دوت نت موقعنا على الانترنت موجزون إخباري على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر